صباح النور صباح الفل والياسمين إن شاء الله نهاركم من أسعد ليمات يا ربي اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى إلي وصحبي أجمعين نهير جديد معايا وفيديو جديد وفيديو اليوم فيديو بالحق شتوي ركشة مبعضنا وتبخيرة ولم ترى تصب وقهيوة وحاصيله اليوم بالحق من أسعد من أسعد ليمات ليت عداولي والله عرفتوا كل تحذيرات بالحق نهار اليوم راح نفسي بدنا نرجع روتيناتنا وبدنا نرجع اليومياتنا العادية وكل الفيديوات اللي تحبوهم واللي حبيتوني فيهم حاصيله اليوم قمت أصباح نلقى الدنيا مغيمة تجاه هم مخبرين قالوا إلي بشي تصب لمطر نهار هيك مغيم تقسك بارد قمت أصباح أصلاً عرفتوا كل بردين ركح الصغيرة لنلبسها لازمتني قلت المد بشي على قل المد لرب ديو شامبر وتركح الصغار لو ركح الصغار نلبسها خاطر بالحق الصباح ولا نحكي لكم على البرد المهمة للمطر بيتها تصب خرجت الصغيرة قريب لو وصلهم راجلة كيف يبدأ التقس مطرر كل شيء معناها الرجل ديما ما يخدمش ومشي من اللون بعد روح ديما تعرفوا التقس مربوط يعني يعني بالراجلي مربوطة خدمته بالتقس النهار كيف يبدأ هيك مطرر كل شيء ما يخدمش فيه حصلوا فطرر ومشي كافي بيلو بشي خدم بعض قليصة النهار اليوم ما النهار ما يتخدمش فيه لاني حضرت قيوة تغرمت رجعت الغرامي جديدة كالموس وكل القهوة هذيها رجعت الغرامي بعد ما ولا نقص في الحليف حصلوا كنخرجها في بيلي كنقعد في الدراس الحق من نجمتش اصلا مضيت المطرر بخاطر ملون مغيمة وكهو بعد كنقص في الحليف كنقص في المطرين كنقص في حليف بالحليف كنقص في المطرر كنقص في الحليف كنقص في الحليف لاني حصلوا حكم اني قذيت في النهار في اول الجمعة يعني عندي مليوي هذا ما حضرتهم ما يهبلوا والله سخنتهم من الكونجولاتور هكو مدية سخنتهم وعملت بيهم صمري تشيد للصغار فترو بيهم هزوهم لومجة فترو بيهم الصباح هذه هي دبلة مدية منها السلمة مدية منها السلمة يعني من اكرش دبلة نحبها في العشياء ونرجح لكم ان شاء الله كملت شربت قهوتي ودخلت على الصالة بش نعملت نظيفة هيك صغرونة للصالة كضربة سبيراتون ترجع الدنيا مضيفة وكل شي تلم برحة كلينا لهنية قلوب عاد تعرفوا سهريات شتيت حسهم قلوب وقاوي وتي وشوش وحاجتك ما هيك لازم هيك بش صباح تصبح الدنيا هيك فعرفتو كل القسور متع قلوب ولا شوش ولا حاجة هيك ما هيك هو كلاسفيراتون بصراحة تعاون عن الاخر لتقعد تلم لتقعد تنفض لحت شيء فمش كون قتلي سيرين راهي الصالة ياسر صغيرة هيك بارابورة وساعة دارك على اقل نرجع لكوان قدش مرتاحة فيها نفسين عرفتو كل تبدأ قاعدة في بلاصة عارفة اللي تحت انظيف وتنجم في اي لحظة هيك تبعد شوية الصالة وتعمل بالاسبيراتير ولا تنظف الكوان حسو ياسر يتعب ياسر يفشلك هيك او يبخلك انك بش تبعد الصالة وتعمل تحتها كبارشا قالوا لي وانا وصلت في الصالة اقريبش تكمل اا شنو عملت فيها اني محبيش نجبدا عليها الصالة خطر زايد محبيتش نمرشكم بها قلت هتوق تلي تكمل اتوقن نصورها مبعضنا بياؤزروا اني شنو خمامة لبنات وزيدوا انتم اا قولولي فاسا اول حاجة لقميش اللي اني حبيت عليه لتوا ما اا لتوا موصل معنا انا حاب على على القميش معنا هيك في الجريج هك حاجة مش في البيج حاجة هيك هوك مخلطة مبين للبيج و الجريق فهمتوا حبيت حاجة هيكما مضاهة ليش له سخ المهم النوعية اللي اني حبيت عليها ووقتها معناها ما كانش متوفرة وزيدتكالموني برشا ااااا منهم زادها ريم قلت لها ريم اعطيني رايك اني لحقيقة سألتها معنا قلت لها قديشت تكلف الصالة وكل اوزروا لسوما الصالة قالت لي تغليفها تتكلف تغليف وقماش تتكلف مليون وثمانية مية وخمسين انا لحقيقة لبنات ما كنتش في بالي وما كنتش حاطة انه سوم هكاية بالتغليف يعني تقريب زوزم لين لعمري كنت نتصور تغليف صالة بش تطلع كيف ما هكاك اه كأني اللي كنتش نخدم عندها معروفة على الاخر في مساكن وكنت متأكدة هكي بش نخدم عندها صالتي بش تعجبكم الناس لكل ومتأكدة بش تقولوا هذي صالة جديدة ومستحيل كان هذي تغليف في خاطر بصراحة خدمتها اه تهبئ عندي توا نعرفها سنين ربي ممكن تقريب ستة سنين نعرفها على الفيسبوك كلمتها ثلاثة سنين ولا اربع سنين اربع سنين التالي وقتيني شريت صالتي هذي البيش كلمت قلت لي ان نحب نغلف صالتي الزرقة بقدش تتكلف صورتها لها وقتها ظهلي قالت لي بتسعمية غضية اربع سنين التالي قلت اني حتى وكان بش تزيد ماش بش تزيد حاجة كبيرة فهمتو تسعمية والهي ثمانية في زون هذيكا قلت حتى كان بش تزيد ماش بش تزيد حاجة كبيرة فهمتو لكن بصراحة تصدمت كي قلت لي ملو ثمانية وخمسين شهقت حسيت روحي بل يكون ماش صالة جديدة بل يكون حاجة تغليف بل يكون بل يبش تعمل ماش بش تكون فينسيون بتاع صالة جديدة بش تكون هيك تحسها حاجة كيما قتل يريم حاجة عرفتو كل حاجة مركبة تحسها تركيب بل يبش تعمل اني بصراحة السوما ذاكا مكنش حاطته جملة خاطر ديجاء قتلكم اني اه مدة اللي فيت قتلكم راني عندي اولويات وعندي هيك اه ضغوطات المدة هذية حاني حتى لو كان كنت بش نغلف لاني كنت بش ندهن لاني كنت بش نبدري دوات لاني ما كنتش نعمل حتى شي معناها هي دوب هيكا نركح الصالة وكهو خاطر نقعد ولهني يجي ووحدة يا ناس ما عندي شو نقاعدهم فمتو توجيه مثال عد ميلاد انس وعد ميلاد سلمة الصالة زرقة صالة زرقة ما عادش فاهم يتشاف محروقة مكسرة ما عاد فاهم يتشاف فمتو البنات اذاك علي قلتك اول حاجة نعملها نعمل الصالة وهي الصالة منو لمنو تحبلها بش تحضر معنا على قل شهرين هكاكي اصلا قتلي اعطيني اكونت وبعد كمل في عقلك المهم برشا برشا كلموني برشا نصحوني برشا صورولي اه اللي عندها اه امها اه غلفة صالة ولي عندها ولي هي غلفة صالة اني اصلا عندي معناه حناتي معزيزة قبل كانت عندها صالة وغلفتها اه وفي اللخر معناها كنت تغليفة ما جيتش باية بالرغم زي دول هموس وكل شي في اللخر مشت شرية صالة جديدة حناتي شرية صالة جديدة ملول وجديد اه اه اقتنعت بالحق انه بلي بش نعمل ما غير ما نحط زوزم لين في صالة ماهيش صالة جديدة فهمتو لبناتا بالرغم اني كنت لحقيقة ما ما نش حابه معناه حاجة جديدة هذي حاجة وحبيت ما حبيتش نخسر صالتي خطر كليتين متاحها تهبل والموس متاحه ما شاء الله بالحق الموس متاحه طيق طياره على الاخر تواهو تسع سنين والتواه كيف ما هو الموس الموس هدية متاع البيجة مطاح ما عادش فيه هذا البخورة متاع امير العرب اللي تبيع في هديمة بارتولي خطر الملحيات قطلي ذكروا عمناه مخيات من عندها برشة هتا بقوه بكل وقتها امير العرب مباش قطلي حبيتك تشوفو معناه ماذا نحب نجربه اميره العرب هي برفع اميره العرب مش عاديه بالحق مش عاديه مش عاديه مش عاديه هي حتها تهبل فقطع ماهو جسلتني تهبل خصيلوا كملتها لكل مقالبت برش حطوا كمية باية متاع بكوه مش كمية صغيرة خاطف نحب هكا كامل البخور موجود في الدرس اصل حتى رجل احببتوا بماني كاد ما يحبش البخور جملة يتقلق منه بحكم الحساسية وكل شيء ولا يمتع البخور كي يدخل درقم بخري تعجبوا ريحه كما شفتوا عملتك البخور متاع اميره العرب ريحته فاوحة على الاخر وما يوجعش الراس اني عندي مشكلة مع النوعية هذومه بتاع البخور بصراحة ما نحبه مش برشا نحب البخور الاخر العربي بتاعنا اكثر معنا البخور الحج اني لتوا عندي بخور العبرة اللي جبته ما نستحبق عليه على الاخر خطر ريحته ما شاء الله تهبل والانواع هذومه ما نحبه مش برشا اما فما انواع بنين على الاخر ريحتهم فما يارا بنين ريحته فاوحة ما تحسها متوجعش كراس الراس كريحة فاوحة وهذا اميرة العرب زيدة بصراحة تحفونش خلايا ريم معناها او شوفوا قدش عندهم الصحة وضعت لي علي قتل حبيتك تشمو ريحته بالحق فاوحة على الاخر دي جاء اني نعمل هو يوفى نزيد نعمل دار غمقتها خطر اني ما كنش ناقل شوفوا حدا كي نعمل البخور ما نعملش برشا خطر الراجلي يتقلق منه وقلوا سيديني ووجع لي راسي النوعية هذية بالذاته اما البخور العادي يقولي عادي معنا نتقبل ريحته هضايا لي هضايا ريحته فاوحة بالحق فاوحة فاوحة محليه منعرش لحقي قريم منزلت تبيعه ولا لا رغم منعرش ما عنديش فكرة اما على فكرة حبيتونقولكم انو ريم جابت مك الركاضة اللي كيما لي عندي اللي نركض به الموسم تاع القهوة جابت لكم ستوك وليحب يشري يشري يفك كعبته قبل ما يفاو خطر هما يجيوا بانيود وبعد وبعد معناه يقعدوا بمدة باش يجيوا هاوك اللي تحب هايكا الضمن كعبتها توا جاي شتيه وجاي قيوة وموس متاع قهوة آآ عالم ريمة اللي بنتباج على الفيسبوك عالم ريمة وإلا على انستجرام وإلا على تيك توك تتلقاو الباجة متاحة وكانت حبوا معناه على الركاضة خطر انتوما برشة مرات تقولوا لي على الركاضة متاع الموسى كهو عملت بخيرة وكل موجات الإيجابية وكان ريحة تهبل وكملنا الصالة كيما قدركم لبنات آآ يا عاد خاين نكملكم حكاية الصالة انتوما تزيدوا قولولي هل انو تغليف الصالة في حكاية دوزملين معناها وانك تربح كالي تيموسك وتربح اللوحم تاع صالتك آآ باهي وإلا نولي نشوف صالة اخرى اني كلمت الحقيقة مابل دارينا اللي خدمت عندهم الكرسي اللي في بتنومي دي جاء برشة منكم تسألوا عليه امس بركا جيني كومنتير قتلي سيدين من هنا خديته الكرسي اللي في بيت نومك اذا كم طلعت وتطليع عند مابل دارينا آآ عاد كلمتهم الحقيقة آآ كلمت معناها كلمت مابل دارينا يا مريم ليها بال بال بالمابل ولا 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 كم معناها حاجة وكل شاي تحب تسأل عليها قتلها مريم آآ قولي صالة كيف ما هيك قدش تتكلف ثلاثة فوتايات هيك وكا عطاتني لسوام قالت لي كان تحب العرض آآ قدش 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 لسبعين سانتي يعني انتي والعرض قدش هتحب وعطاتني لسوام صارحة اقتناعت سايق انو اني بش نخدم صالة جديدة بش نخدمها ان شاء الله نخدمها تطلحها تطليع خط الكالتي متاع اللي الفوتاي هذي اللي مخدوم في بتنومي ستكون يهبل بالحق حاجة بش تقعد معاكل عمره لكل بالحق معناه كان بدلت آآ ما بلي كان بدلت دارك الكل معناها اكيد معناه الفوتاي هذي بش يقعد ان شاء الله كالتي متاعه قدم نحكي لكم عليه شوية ما يفهمها كان اللي يشوفوا قدامه الفوتاي برغم انو ظاهر يعني حتى في التصويره ظاهر بصراحة روعة الكالتي متاعهم والموسم تاعهم وخدمتهم والفينيسيون متاعهم آآ قررت اني بش نخدم الصالة ان شاء الله عند بمبتارينا وقت اللي تحضر ان شاء الله تنصورها مبعضنا وكهو هذكا الحال خاطر بالحق زوزم لين بصراحة مش تتحط في صالة ما حاجة مش موتية بعضها كهو هذي اضايا هو معناه قراري بخصوص الصالة ربي سهل ان شاء الله في كل ما هو سعيبه كهو ساعتك تعمل برنامج يجيك برنامج اخر امرت في الوقت الحاضر صدقوني اخر اهتمامتي الصالة والله اخر اهتمامتي الدار والديكور والشياء ذاك الكل خاطر عندي اولوية اخرين لاني وراجلي عندي اه حاجة اخرين قادي نحضروا فيهم منيش في مخي جملة الصالة والله هكا هو كملت اه ركحت بيت نومي وجيت هني بش نكمل نظم بيت لو لا تسلم لهني ماشي يقرأ العشرة لهني لده وكملت الصالة وكملت لبيوت وكل ومازالت عشرة ما تقريب العشرة غي ضربها حاجة كما كيك بش نمشي نطيب اه بش نطيب لفطور حصيله حايرة في الفطور حش نطيب ما عندي حتى فكرة اظهروا دمية سالمة ولم لوحة اخرج و اه جيت بش نركح للكوجينة وبش نطيب لفطور انسيت ما شريتش مشيتش تجاج ولا حاجة واني اكثر واحدة بخليا اكثر واحدة نبخل والله على خروج مقيت عندي اسكالوب في بالي بش نعمل صندويتشات معناه بش نعمل ملاوي ونعمل اسكالوب ملاوي بسكالوب كشي نعمل صندويتشات متاع ملاوي عملتهم مماكن هار عجبوني اللي دي جاه فطنا بهم الصباح كما صندويتشات قتلي اعملها من الصغار قلت نعمل كما اللي عملتهم هي خطر صغار فرحوا بهم عالاخر عندي قدام عمل شاكا صندويتشات محشية وكل شيء وكا هو عد مديت اسكالوب ومبعد في اخر لحظة مصراحة دخلت زيت كلمت راجلي قلت له شنو ان طيب نعمل صندويتشات ولا نعمل حاجة قالي شيرين بربي اعملنا كوسكسي وليت عملت كوسكسي بالخضرة وحطيت في اسكالوب هذا كا زيت كل حاجة بكتبتها وكا هو اول مرة نعمل كوسكسي بالسكالوب والله اول مرة نحس مش كسكالوب كما الجيج من عشة الكوسكسي نطيبه بالجيج وكا هو عندي صدر متاع الجيج وعندي اسكالوب مديتهم وكا نعمل كوسكسي كا قلت نعم كوسكسي بالخضرة ونرمي فيها شوية جيج وكا نعمل مرقة خضرة تقعد لي للعشي نفطره منها زيدة وتقعد للعشي اني خاطر مرقة الخضرة نعملها كما نعملها كما البرودو تحسها زعرة شوية ونأكلها بالمغارفة مش بالخبس مرقة الخضرة هذي هي دبارتي لليوم دي ما تحبوا هكا الفيديو يجب تكون فيها دبارة وشنوها طيبت هاوكا نحاول بلي نقدر انو معنايا نطيب معاكم حاجات هيك اه كم اقولوا هيك فيلوم تناول الناس الكل ونكثروا من الخضرة هذي كاهم حاجة برشة 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 صغيرة تعرفوا يعني متأثرة بالفيديوهات متاعي بطريقة مش عادية البرح سالم يحكي لي قل عندها برشة هي اللي حكيها في الصيف اما حكيها لي البرح اه هو قاعد يفطر ياكل برح فيش قاعد يناكلوا احنا اي ناكلوا فيه عملت لهم اه حلال مجارية ما عرفتو كل حاطيت فيه برشة بطاطا وصفنيرية وعدس وكل عادي ياكلوا قلت لهم هذكا بتكبركم زيدا وكل شيء وصل ما قاعدت هيكل قال يمال كنهار في دار اه في دار مما في دارنا قالي جت اه جت امرأ اه سألت تعليك قالت اه قالت رانا راني نتبع في سيرين برشة على اليوتيوب غاديكا معناه من المساعدين والنس كوناني برشة يتبعوا فيه من المساعدين برشة تقريب اه اكتر يمكن نتطور نصف المتابعين بتاعي من المساعدين والمساكل حاسيرو قالت راهو انتبع فيها برشة وبنتي صغيرة تبع فيها كيف سيرين قالت راهو بنتي ما تاكلش بنتي ولات ما عادش تاكل تأثرت بالكلم انها ما تاكلش قلت له بالحق قالي والله يما قالت ما عادش تاكل خاطرك يسمع سلم معاش تاكل والله العظيم تصدمت 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 قلت ما عادش ما عادش نقول سلمة ما تاكلش ولا هكا ما ياكلش بالعكس نقولي ديما نحكي في الفيديوهات انه معناه سلم مكلي هيك الخضرة سلمة كليت نحاول اني بلي نقدر اني نركز في كلامي في الامور هذية والله العظيم ياسر عزت بها الحكاية معناه مجيش البالي والله لجي البالي جملة نشوف برشة يقولولي مثال صور سلمة وهي تفطر صور سلمة وهي تاكل في حاجة هيك صحية صورنا جمجة سلمة بش بنتي تشوف معناها تعاندها اما انها تولي متاكلش كما سلمة تصدامت هي سلمة مش متاكلش اما فما حاجات معينة متحبش تاكلهم ملحق تفطر فطورها وتفطر عشيها وفطور هذو متاكلهم عندها مشكلها في فطور الصباح هيك المشكلة الوحيدة سلمة متاكلش كل شي في فطور الصباح متاكلش كل شي مثالي تول بشكوت وما ما عشو نقول متاكلش ما عشو نقول متاكلش والله قداش نفرح نزيتها فما شكون في المدرسة متاع ولدي قال لي سالم فما طفل جاني نادى عليها نادى عليها في الساحة قال لي يا سالم يا سالم مش يالو سالم قالوا رانا انتبعوا فيك على اليوتيوب امك انتي اللي تعمل فيديوهات قالوا ايه مما حسيروا قالوا رانا تحبكم ياسر ونتبعوا فيكم الكل ونعرف انس ونعرف سالمة حسيروا والله يكلوا الوليدة كايدما كل الراحة يمشي بحتها سالم ساعتك يجيب لمجة يعطي منها السالم يذوقوا من لمجته قال لي حسيروا يقعدوا معا المهم كل ما يراه يكلموا الحمدول حسيروا حاجاتك حتى معناها صغاري خلاني يراني صغاري نسألهم وملي هكا فاقه حتى معناها ايه هو يحكي لي قطلوا يا سالم انت تحب تظهر في الفيديوهات نصورك مثالش عادي ما يقلقيك اش قال لي ما صورني بالعكس هو يقولي شبيك معاش تظهر في الفيديوهات شبيك مش بني معاش تشراك خاتر ساعتك تلقى صغار يتنمروا على ابسط حاجة مثالك يشوفوها في الفيديو مثال عاون امه ولا حاجة مش يبدو يتنمروا فهمتوا اما الحمدلله انو اللي دايرين بي ولادي ولا دايرين بي الحمدلله ناس هكا محلاهم اهو الحسيلو لاني بشان طيب مرقة خضرة والله يسال ما كلات منها للمرقة خضرة كلات وشا بعد منها اه لاني حطيت حطيت لبصل وهذا السيسمو معدنوس وصلق البارح قصيتهم مش نطيب بيهم مرقة خضرة والباقي هكا نحطو في الفيديو خاطرني مش نيوي نطيب للروس جربي لحتى شيء الروس جربي دي من حاول نطيب نطيب به اه معناه معدنوس وسلقي يبدو مقصوصين جد مش من الفيديو نحسو يسايب الميم برا مرقة خضرة مش مسكو حطيت لبصل وحطيت السلق المعدنوس يتقلي حطيت كعبة تماطم خاطرني بشي نقص في تماطم المعجونة في المرقة خضرة قلت لكم نعملها بتماطم ندوبة شوية نحط تماطم نعملها كما الزعرة حتى فول ما عنديش عملتها بلايش عملتها خضرة وكهو وعدس وحمص نبتة برودو نبتة برودو لحق معمري ما اخذيتها واني مناكلش ناكلها مرقة خضرة كتقولي مرقة خضرة ناكلها كتقولي برودو مناكلها شعليش والله لا فهمت اما مرقة خضرة ناكلها ونحبها على الأخر عادي توقيت حتى نهارين ناكل فاهم يقلقنيش غديكا كملت فواحد الفيديو طوال عليها ما هذا كالش ستسرعت في الفيديو بشوكا ما ما نحطوش اكثر من الساعة قشرة البطاطا الكوسكسي و للمرقة زادة ونقشر سفناري حصيلو الخضرة اللي عندي الكل ونحطها في الكوسكسي و في المرقة بصل زادة و حمص و قصيتك السكالوب و نحطو الكل في الكوسكسي والله يجي بنين على اللخة الكوسكسي تحب لي برشة كي نستنسفها حتى اخر مرة يقضي لي مسوق ما جاب لي سفناري قال لي والله انسيتها جملة نغذر لها و انسيتها المرقة الزادة في المرقة اخرج و انسيتها الغطيت على الكوسكسي و بعد نحط له الكوسكسي معناه كله اخرج التراس نحيطك التبش اذا تريد التبش بطريقة هذيه محطوط اعرف ولي مش اني ناشرت باش ساعة نبعت اناس ساعة نبعت راجلي ساعة نبعت سيلم بطبيعة مش مش نجمة وسعوا بالهم يحطوهم مكة يعني في وسط الحمالات يرميوهم رميين في الصيف قدش من مرة تصير عرفتوك البعد التعب وقلهم بره انتم ما انشروا يحطوهم لي فرد هكا رفتو كاك يهزوهم الواحد كرباء يحطوهم لي كاك كيف ما هيك يعني ما يخسروش حتى بشا كي ينشروهم نجي من العشية ونقولها تاوراهو في الاول التبشيح نلقاه حالة محطوط هيك وعمل الريحة تصير ساعة نعود نخسله وساعات هيك الحمدولله كيبدا هو الشيح بالسخانة بركة يشيح بيني جبتك التبشيح اللي نحيته اناوية غدوة بش نخبيت بش نتعصي في خاطر وقيت بالنسبة ليه شتيت لصغاري معنا سايق بش نخبي اللي تبشي الصيف لكل زيتها كاي الكوربي في دبشي وكهو تم نسك البورت في نيتر اليوم بالحق نهير محلها نهار هيك شتوي لبرة باردة انترى تصب والدنيا مغيمة واني عاملة بخيرة للدار اجواء عالمية ان شاء الله ربي ما حابيت لبنات ان نحكي على موضوع اختنا اه يسرى اللي في مصر قناة يوميات مصر اللي ما يارش القناة يدخل لها اه ندعي لاني ربي يفرج عليه الحق اني مش متبعة برشة للحكاية خاطرني اه هي يسرى تعرف اللي اني موجوعة منها برشة اه اما نسي لش الواحد اه في الغسرات هذوم الحقي تظهر هيك قطينتو تظهر اه وتظهر معناها اه يعني الواحد اك توانسه في بعضنا بطبيعة لازمتها نوقف ومبعضنا ان شاء الله ربي اه معاها وربي يخلي لها صغيراتها وربي يفرج عليها في في محنتها ان شاء الله اه وربي يفرج عليها خاصة خطر سمعت اللي هي مريضة والواحد بطبيعة اهم حاجة تمشي الفلوس وتمشي يمشي المال وتمشي المشاكل على جهة والصحة هي اهم حاجة بالحق والله كنسمى حد مريض ولا حاجة قلبي يجعني على الاخر والله نبت نشوف في صغاره ونبت نغزل صغاري معناه اكيد الانسان معرض انه بش يصير عليه معناه نفس النجم اللي يصير عليها يصير عليها يصير عليك يصير عليك يصير على الناس الكل ان شاء الله ربي معاها اني مش متبعة برشة الحكاية اللي فهمت انو هي مريضة انا اكثر حاجة يعني نجم معناه تغيضني في في شخص حتى كي نبدأ موجوعة منه تغيضني كي نسمع بيها مرض ولا حاجة ما غير ما نشعر نكلمه وما غير ما نشعر خاطر بصراحة اه كل شي تنجم تتشمت فيه اه كل شي تنجم هيك تقول تتعداها الحكاية الا في الامرض ان شاء الله ربي يشفاها يا ربي وان شاء الله ربي يخليها لصغيراتها واي انسان راه معرض في الدنيا هذه البرشة يعني عرفته هيك هي الدنيا حلو ومر حتى يتعدى لعمر اي انسان اني الحمد لله نمر ببرشة حاجات ومريت ببرشة حاجات وللتوق قاعدا نمر ببرشة ظروف اما الحمد والله لاقي شكون شكون معي وشكون واقفة معي الحمد لله والاهم الاهم الواحد كيف يكون هيكا بين عائلته في بلاده دايرين بيه ناس العائلته فمته دايرين بيها عائلته مش كيف حد في بلاد اخرى ما يعرف فيها حد احد ربي معاها وربي وربي يشفاها ان شاء الله وان شاء الله محنة وتتعدى ان شاء الله اه الله لا يفرق ميما على صغيراتها والله لا يوجع امه على صغيراتها وربي يشفيها وربي وربي يخليها لصغارها ان شاء الله اه وكهوحة بجوز هيك ان معناها نحكي لكم عليه شوية خطر نتصور الحمد لله اني قناتي كبيرة نتصور انه برشا نس ما يعرفوش يسرى ونتصور زادة فما برشا يعرفوه خطر اه مشالله يعني قناتها ماشي صغيرة حتى هي والناس الكل تقريب تعرف بحكيتها المهم اني زيت ذكرت ميسير اش ذكرت بالحكاية اه دجا برشا حتى ملكم في الكوماتيرات سنين احكي على يسرى سنين احكي على يسرى اه كاواني ولاي دخلت وشفت الحق معني شو متبع الحكاية بصراحة ما نشو متبع البرح كلمتني ما قتلي راه هو ويسرى هيكا وهيكا وزيت ادخلت القناتها شفت انو هي مريضة مريضة واني بصراحة اه هديكا اكثر هيكا نقطة نقطة ضعفة نحس المرض في اي انسى ان شاء الله حتى يبدأ عدوية كنسبع بي هيكا مريض ولا متقلق ولا حاجة ستكون يا قلبي يبدأ معنا كدم علي والله ربي معاها وربي ينصرها وكان فما حاجة نعاونوها بها ابسط حاجة ابسط حاجة انو ندخلوا القناتها وانشاهدوا لها فيديوهاتها وحدا كي تطلع لكم اشهار في في فيديو عندها تتفرجوا عليه وتكملوا الاشهار بش هيكا يجاه ربح امواء اه وكا واني قتلكم لبنات اني الحاجة اللي خلاتني ما حكيتش عليها قبل وما جبتش عليها خاطني بالحق كيف مرت بظروف حكيت فلوس ولا درشنوه رجلها وكل شي ما حكيتش عليها خاطر بالحق موجوعة منها بارش و هي تعرف الشي هضايا اه منحبش نحكي في التفاصيل اللي صارت بناتنا منحبش نحكي هوش هي شنوه عملت معايا ولا حاجة اما الحقيقة ظلمتني وهي تعرف الحاجة وهي تعرف واكيد معناها اه برشة ملكم تبعيني من اول محالية القناة القناة معناها القناة الوحيدة اللي دعمتها في بدايتها هي قناتي ما اللي كانت مشاهداتها حاجة اه دعمتها وقفت معها خطر اه بل يكون معناها تونسية وتعيش البر وكل شي ونعرف قصتها وقفت معاها وهي تعرف اما اللي خلاني ما قفتش معاها في في الحاجات اللي صاروا لها قبل انها هي ظلمتني وتوجعت منها والعودة نقولها توجعت منها برشة وهي تعرف اما كما قلو المسامح كريم واكيد الحاجة اللي اه توجعت منها ايني حتى شي قدامي اللي قاعد يصير معاها اه ربي معاها وربي يشفاها وربي يخليها لصغيراتها وابسط حاجة نجم ان نقدم هيلها وقالا نعاونها بها انه اه انذكركم لو انذكر المتابعين اللي عندي وانكم تدخلوا لقناتها يومية يسرة نبرا ماهو هيكا يومية يسرة نتصور يومية يسرة تونسية حاجة كميكا ما تطلع لكم اه تفرجوا على اقل في الفيديوهات عندها تفرجوا في الاشهارات كي يطلع لكم اشهار تفرجوا عليه باش هي ايجاها ربح او ما تلقى كفيش داوي روحك كفيش تعايش صغارها منعش الحق هي شنو المعنى منيش متبع برشة والله العظيم اما اه ان شاء الله تو ندخلوا نفهم ما اللي قاعد يصير معاها اه بل نقدروا نعاونها بل نقدروا بل يكون يعني تصور انتم امرأة وحدها في غربة في بلاد بعيدة وكهو هكا نكون وصلت بكم لاخر الفيديو على خير وبسلامة